السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجالي سؤال بيقول هل الموضن في مصر مدن ذكية هل الموضن في مصر تقول عليها مدن ذكية هل هي مدن ذكية أو لا لما تدخل على النت تجد من الناس تقول لك احنا محققين محققين 100% مدن ذكية وطبعا بعمل دعاية لشركته وشغله وبتلاقي كلام تاني لا ده مصر فشلة ومفيش مدن ذكية وكلها مدن غابية والصباحات الأخرى طبعا نحن نتحدث سياسة في السباك من الكلام ونحن نتحدث بكلام أكاديمي وكلام علمي بالنسبة للمدن الذكية لا يوجد مدينة اسملة مدينة غابية لا يوجد مدينة في العالم بغير لما يجب عليها نقطة أو نقطتين يجب عليها مدن ذكية حتى لو رحت فيها لا يجب عليها حاجات نقطة كويسة دعنا ندور على الحاجات التي فيها حاجات كويسة ولا يوجد دول في العالم أعلى دول في العالم حسب الأحسارات الأوروبية هناك أكثر من جهة تقوم بعمل الموضوع التقييم في حقيقة تلاتة وتلاتين نقطة مثلا من مياه يبدأوا تشوفوا الصرف الصحي المياه القهرباء تقدم خدمات مثلا في الرعاية الصحية المناخ كل مدينة تجد فيها مزايا وتجد فيها بعض النقطة حتى نرى المدينة تفوقها ونبدأ أن نأخذ منها أكثر حاجات في الدول العربية تجد فيها الإمارات وبعدها على طول قطر وبعدها بشوية صغيرين السعودية وبعدها تجد فيها مصر مثلا من القهارة لأنني قاهري فيها نقطة كثيرة جدا تبقى صعبة جدا لحد يجي من أي مدى ثانية وتدخل القهارة وتخنق من الزحمة وتخنق من الدخان ولكن فيها نقطة قوة فمتكتب تجد فيها توزن وتجد فيها أن القهارة كلها سيئة في بعض النقطة التي تأخذها وتدليل على كده أن الكثير من المحافظات يأتي مخصوصا لتقدم بعض الخدمات الفكرة كلها أن كل المدن الجديدة في مصر تقييمها قليل شوية نفسنا تبقى أعلى نفسنا نبدأ أن نرى التكنولوجيات التي حوالينا ونبدأ أن نأخذها بشكل قوي والموضوع بشغالي لكن الموضوع محتاج تخطيط ومحتاج تعاون جميع الأقسام والمهندسين والأطراف أن نبدأ أن نرى التكنولوجيات الموجودة ونبدأ أن نحن 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 نعملها نجد نموك صادي نحن نحن نوجد طريقة أن المائة المطر تتخزن وإعادة استخدامها المائة الصرف ممكن أن نستغلها وإنها تروي النباتات التي تتاكل أو كده فهي الفكرة كلها يعني أن كل مدينة فيها نقاط قوة ونقاط ضعف ونقاط ضعف ونقاط ضعف وماذا نقاط ضعف نحن نتغلب عليه مثلا الأمثلة في العراق بلدنا الحبيبة طلبها يضع سنسور في سلة القمامة بحيث أنها تدي تنبيه للمسؤولين من السلة تتملت بدلا ما يذهب مخصوص وإلىها فاضية أو يستنى ثاني يوم وإلىها اتملت والناس بدأت تلمي حولها فده فكرة بسيطة وما كلفتش كثير جدا وإنها ساعدت في نقطة فممكن واحد تاني يوجد طريقة مثلا لتخزين الماء وطريقة ثانية مثلا للتقليل للتلوث لأن نزرع عشجار يعمل المبادرة أنه يزرع شجر حول الطريق فكل واحد لو عمل فكرة المدينة تبقى زكية الغرض من المدينة الزكية لن نأخذ جهزة المدينة الزكية الغرض إنسان إن أنت تحسن حياة الإنسان حتى لو أنت عملت جزء في المية حتى لو أنت عملت هذا ليس سيزود لك نقطة لكن الإنسان سيكون سعيد وهيكون مبسوط وهيكون وفرت له مثلا عشر دقيق راح شغل بدري أو رجع من شغل بدري إن شاء الله تلاقي نتجتها يوم الأيامة عملت فكرة وإن تقلل أن تقلل هذه الفيروسات كثيرة جدا أقللت الزحمة وإن أعملت طوعية ممكن أن نحاول أن نحسن حاجة كما أن تقلل فقال لأنك تقلل لتأخذ أحسن مدينة الزكية إن الإنسان نفسه يبقى سعيد في المجتمع لأنه يبقى فيه إنتمائي يحسن أن البلب تقدم له خدمة كويسة ومبسوط فيها كل المدن التي تتبني حديثا لديها نقطة قوة وكلها مدن ذكية لكن التقدير يختلف ممكن أن تكون مثلا خمس ناط واحدة وخد عشرة نتمنى أن كلهم يأخذوا المئة نقطة لكن نحن نحاول نتحدث بالأرقام ونحاول نتحدث بشكل كويس يعني من ضمن الحاجات لتأخذ نقطة كويسة من ضمن المقاييس التي أريدها سرعة الإنتنت لأنه يقسم المجتمعات المجتمع الخامس لأن المجتمع الأول هو المجتمع الثاني لأنه بدأ يزرع في مكانه يتحرك من كل شوية في مكانه راح ruins يتحرك في مجتمع الإنترنت والإنترنت وانتباع بالضوء إلى هذا المجتمع الم público الآن هنا сильным ثاني السلح كل تلك ت entre المركب يكون سريع هنا ملوظم توقيب حلو في موضوع المدن الزكية ولازم كنت ان القوانين تتغير بحيث انها تتناسب مع الحاجات الحديثة التي تحصل حولنا دي شكرا لك واتمنى تكتب لي في التعليقات ايه المادية اللي انت فيها وايه النقطة القوة وايه النقطة الضعف اللي فيها